ماذا بعد استقالتهم لو تم ذلك؟ النواب الصدريون بعد أن أخذ زعيم التيار الصدري استقالات موقعة ولوحة بها بحل كتلتهم النيابية يقول أعضاء ضمن تحالفه الثلاثي أن ذلك سيختصر الطريق أمام حكومة الأغلبية فهي ورقة ضغط ومناورة سياسية ضمن حراك الصدر لإكمال مشروعه المستندي على إنقاذ الوطن ومن استقطب من النواب المستقلين أعتقد هو متأكد جازم أنه في حال لا سامح الله تقديم الاستقالة في مجلس النواب وكتلة الصدرية لن تبقى عملية سياسية أساسا وأعتقد حتى مجلس النواب همما يبقى باعتبار أنه يعتبرون الكتلة الأكبر والقوة كانت شعبيا حزبيا في كل الأحوال الكتلة الصدرية لديها الأفضلية ولديها قوة في هذه المرحلة بالذات موقفنا لحد هذه اللحظة التحالب الثلاثي متماسك قوي ذو رأي واحد مشروع واحد ومستمرين على هذا المشروع إن شاء الله هذه كلها أوراق ضغط على الإطار التنسيقي ولهذا السبب عندما مرر قانون الأمن الغذائي اعتبر نصرا للتيار الصدري وبين قوسيا للسيد مقتل الصدر وهذا يعني السيد مقتل الصدر لم تكن مفاجئة إذا انسحب من العملية السياسية لأنه انسحب أصلا قبل الانتخابات لكن الضغوطات من قبل كتلة فتح حينها ومن بعض الزعامات الشيعية والسنية والكردية قد عاد إلى الترشيح وإذا تحققت الاستقالة بشروطها القانونية فهي تحتاج إلى تصويت أغلبية المجلس النيابي البسيطة نصف زائد واحد ومن سيشغل المقاعد البرلمانية هم أفضل الخاسرين في الدوائر الانتخابية بدلا عنهم في حالة استقالة النائب سواء كان فردي أو جماعي يتم تعويضه من نفس القائمة حسب قرار البحكمة الانتحادية لتفسير المادة الـ 46 من قانون الانتخابات الذي يليه أفضل الخاسرين هو الذي يحل محله ولا يؤثر سواء كان المستقيل واحد أو مجموعة يتم تعويضهم جميعا الفراغ السياسي الذي سيتركه انسحاب التيار الصدري إذا ما غادروا البرلمان مستقلين له تداعيات سياسية كون الكتلة الصدرية هي الأكثر عددا وقد تتوسع دائرة المقاطعة السياسية بحسب مراقبين بإنزال الجمهور المؤيد للتيار الصدري بواجه أي حكومة تشكله وهم خارج الحسابات السياسية من بغداد جابر جمال قناة الرشيد الفضائية